مرحبا شباب، اليوم سنشرح لكم كيف حصل على أكبر عدد تفقيس من بيوض الحلزون التفاحي وكيفية توفير لها الرطوبة والحرارة المناسبين بأقل كلفة وبأسلام طريقة كل ما عليكم القيام به هو جلب قطعة قماش مثل هذه القطعة اللي تساعد على نفاذ الرطوبة والهواء إلى الأعشاش كل ما علينا القيام به هو حياكة سيم على هذه قطعة القماش وتعليقها في الحوث كما تشاهدون الآن في هذه الصورة ولتوفير الرطوبة والحرارة المناسبين لهذه الأعشاش نقوم بغلق الحوث لكي تتكون لنا الرطوبة والحرارة المناسبين نترك هذه الأعشاش 15 يوما إلى أن تجهز بعد 15 يوم بدأت هذه الأعشاش بالتفقيس مثل ما تلاحظون بدأت الأفراخ تخرج بسلام بعض الصدق ظهر على هذا السيم اللي أنا مستخدمي تقدرون أن تطوروا إلى شيء آخر ولو أن هذا الصدق لا يوجد لديها أي عوارض سلبية مثل ما تلاحظون هسا العشاش لم تكتمل جميعها يعني لم تفقس جميعها وإنما ما زالت في طور التفقيس سأقوم الآن برفع الأعشاش التي لم تفقس بعد وما زالت في دور التفقيس بصورة مؤقتة سأرفعها وحاولها إلى مكان آخر لكي تبقى الأفراخ في هذه الشبكة أو في هذه قطعة القيماش سأقوم بتحويل هذه الأفراخ في حوض أسماك صغيرة وأؤكد على كلمة صغيرة لكي لا يلتهمها الأسماك لأن هذه الحلزونات ما زالت صغيرة ومعرضة لأن تؤكل من قبل الأسماك الكبيرة مثل ذا تشوفون هذا العش هسه رح يفقس رح أخذ مي من نفس المي الحوض اللي أخذت منه الرطوبة رح أوضع هذه الشبكة بداخلها أو قطعة القيماش أهزها لأن هذه الحلزونات لها بقدرة على التمسك بقطعة القيماش وأنزلها بكل رفق إلى هذا القدح البلاستيكي مثل ما ذا تشوفون أعداد هن كلش هواية وألوانها أصفر مائل إلى ذهبي هاي دلالة على صحتهم زينة حجم هن هو هذا الطبيعي بالأسبوعين القادمين رح يبدون يسلقون لا داعي لأعطاهم أي ذا إذ أنهم رح يتغذون على العوالق هاي رح الآن أقوم بتحويلهم إلى حوض أسماك فيه أفراخ القولد فش هذه أفراخ أمرها شهر شهر وكم يوم رح ينزل طبعا أكو كم حلزون التساق طبعا لأنه يتمتعون بالقوة قوة الامتصاص والالتساق الحلزون يفرز مادة الكولاجين والبلازمة هاي هي تساعد على تنظيف مياه الحوض هس رجعتاني العشاش التي ما زالت لم تفقص بعد رح انتظر الأيام القادمة أن تكتمل عملية تفقيص هذه العشاش كل هذا اللي حبي يتصوركم يا تحياتي لكم